وبالانتقال إلى نشرة وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول رصد معدلات أسعار النفط والمشتقات النفطية الأسبوعية حيث أظهرت وجود استقرار نسبي خلال الأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي مقارنة مع الأسبوع الأول من الشهر وبحسب الأسواق المرجعية التي تستند إليها وزارة الطاقة فقد بلغ معدل سعر خامي برينت في الأسبوع الثاني من هذا الشهر 63 دولار و20 سنت في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 3.3% عن الأسبوع الثاني كان 63 دولار و40 سنت أما معدلات أسعار المشتقات النفطية فقد ارتفع سعر البنزين أكتان 95 من 563 دولار للطن الواحد إلى 567 دولار للطن و60 سنت بنسبة ارتفاع وصلت إلى 7% فيما ارتفع سعر البنزين أكتان 90 من 547 دولار للطن في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 548 و549 دولار تقريبا للطن الواحد أما سعر السولار فقد انخفض معدل أسعاره بنسبة 4% من 550 دولار للطن تقريبا بالأسبوع الأول إلى 550 دولار و80 سنت في حين ارتفع سعر الكاز من 583 دولار للطن الواحد في الأسبوع الأول إلى 584 دولار للطن الواحد وبنسبة ارتفاع 1% من جانب آخر استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران الحالي عند 428 دولار للطن الواحد في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني وبالانتقال إلى خبر آخر قالت جمعية البنوك أن البنوك أجلت أقصاط قروض للمواطنين خلال شهر رمضان بقيمة 15 مليون دينار وقالت الجمعية أن عدد المواطنين الذين استفادوا من مبادرة تأجيل الأقصاط في شهر رمضان بلغ 70 ألف عميل وأكدت الجمعية أن قرار تعجيل أقصاط القروض ساهم في تخفيف أعباء الأسر والمواطنين بتوفير سيولة ساعدتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم ومستلزمات عيد الفطر كما عزز هذا الأمر الطلب في الأسواق من عكس على النشاط التجاري اشتركوا في القناة